إذا كنت من الناس الذين انتهت الإقامة الدائمة في كندا وإنت خارج البلد هذا الفيديو لإلك السلام عليكم من مدينة فانكوفر في مقاطعة بريتش كولومبيا الآن أنا موجود بسفرات وزيارات داخلية لبعض المدن الرئيسية والمقاطعات الكندية سأشارككم في معلومات كثير مهمة للناس الذين يتفكرون بالهجرة وكمان سأشارككم في فيديوهات ترفيهية وسياحية ولكنها ستكون على قناتي الثانية تبعت فادي يونس ترافلينج سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف إذا انتم مهتمين بالمغامرات والسياحة والسفر ستجدون هذه الفيديوهات فقط موجودة على القناة الثانية اليوم سأحكي لكم للناس الذين بدأت هاجر لكندا أو الناس الذين لم يكن لديها كثير من معلومات عن الإقامة الكندية وانتهت الإقامة تبعتهم سأشارككم من خبرتي وتجربتي الخاصة كيف أدرت أرجع على كندا قبل انتهاء الإقامة الدائمة وكيف أدرت أتحرك وأسافر وأتنقل مع انتهاء هذه الإقامة هذه المعلومات كلها فقط من تجربتي الخاصة وكلها معلومات قانونية 100% تابع هذا الفيديو ركز معي وفتح موحك معي وخلينا نبدأ سأشرح لكم اليوم بعض المعلومات على قصة الـ PR أو الـ Permanent Residence أو اللي هي الإقامة الدائمة الكندية اللي هي بتحصل عليها سواء كنت مهاجر عن طريق الـ Express Entry اللي هي لعمال الماهر أو المستثمرين أو إنك بعد ما خلصت عقد العمل تبعك تحول من تصريح عمل لـ PR سأشرح لك بعض المعلومات عن هذا الموضوع من خبرتي الخاصة بدايةً إذا كنت تجد على القناة سأطلب أنك تفعل سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات وتعطينا لايك لهذا الفيديو وتكتب لنا تعليقات في نهاية الفيديو من قبل عشر سنين تحديداً بشهر 7-2010 اعملت لاندين على كندا خططنا للهجرة وكانت حلم الهجرة مثل الكثير من الناس أننا نريد أن نأتي ونبدأ حياة جديدة في كندا وكما ذكرت في فيديوهات سابقة أنني كنت مقيم في دبي قبل أن أأتي إلى كندا وعشت فترة طويلة في دبي أكثر من 14 سنة فصفت الإمارات بالنسبة لي الاسلوب الحياة تبعها هو الأسلوب الطبيعي فلما يجينا وعملنا لاندين في 2010 انصممت قليلا من الواقع الكندي ما كان سوق العمل بالطريقة التي لا تخيلها وحسيت أن البلد لا يوجد الرفاهية التي كانت موجودة في الإمارات وتحديدا في إمارة دبي هذا النوضوع الذي دعني لما وصلت أعادت بس عشر أيام وضعت لي قليلا من فلوس فيه وعملت امتحان الرفصة تبعتي وعملت البي أر وطلعت من البلد ووقتها قررت أنه ما رح أرجع لكندا مرة تانية ما حبيت الحياة ما حبيت أي إشي في المكان حسيت أنها كانت داون جريد لإلي من الحياة اللي أنا كنت عايشها في الإمارات والدخل كان مرضه كتير أقل أضفي لأنه لما عملت لاندين من 2010 كان الدولار الكندي عالي جدا كان أعلى من الدولار الأمريكي في بعض السنتات على عكس الوضع الحالي مثلا أن الدولار الكندي تقريبا بجيب لك 75 سنت يعني 25% أقل من القيمة اللي كان موجودة عليها بهذاك الوقت فكانت كندا نوعا ما غالية جدا والدخل قليل والوضع هيك ما كان كتير مشجع فما حبيت أني أرجع مرة تانية الفكرة وين كانت يا أخوان أنه أنا بعد ما عملنا قرار الهجرة واجيت هون ومتحمست عليه وقررت أنه ما بدي أرجع مرة تانية ما لغيت فكرة كندا أبدا مع أني بالعقل الباطن تبعي لغيت فكرة أني أرجع على كندا ولكني لم أحرق هذا الجسر بيني وبين خطر رجع مرة تانية على كندا الإقامة الدائمة عندما تحصل عليها في كندا تكون مدتها خمس سنوات فإنك خلال هذه الخمس سنوات يوجد لديك شروط معينة على اساس أنك تستمر في الإقامة في كندا الشروط هي أنك لازم تعيش ثلاث سنوات من أصل خمس سنوات على اساس أنك تقدم على الجنسية الكندية أو بحالة أنك لم تكفي هذا العدد لازم تعيش على الأقل سنتين اللي هم سبعمائة وثلاثين يوم من أصل خمس سنوات لكي تقدر تجدد الإقامة الدائمة واتذكروا هذه المعلومة لكي أشرح لكم ما حدث معي كما قلت لكم أرجعت في 2010 مرة أخرى لحياتي وشغلي واستمرت بكل الأمور التي أتعايش فيها لحد ما أنه في سنة 2015 وكان شغلي جدا مستقر وتحدثت عن هذا بأكثر من فيديو إلى أنه أصبحت الأوضاع الاقتصادية بهذاك الوقت قليل تصعب خصوصا بالخليج بعد ما انهار سعر البترول ونزل كثيرا وصار الاقتصاد جدا مهتز وصار فيه كثير أمور تتغير بالاقتصاد والسياسة والأوضاع الموجودة في كل المنطقة صراحة وقتها صابني نوع من القلق وبحديثي مع أخوي أقنعني أنه لماذا تأتي مرة تانية وتعيش في كندا وما تضيع هذه الهجرة لأن الهجرة إلى كندا تصبح الصعب وكل ما لها النقاط تعلق وفعليا من 2010 إلى 2015 وقت ما حدث هذا النقاش نحن نقول هذا الحكي في 2015 والذي يتابع الآن أو ضاع الهجرة إلى كندا المتطلبات صارت أصعب بكثير كمان حتى عدد النقاط المتطلبة صارت أعلى فقررت وقتها أني أخذ إجازة وأنزل أزور كندا أبحث عن الوضع وأشوف إذا مسموح لي أني أرجع خصوصا أنه أنا صر لي غاية من بعد ما عملت اللاننين أربع سنوات وتسع شهور فيعني أنا تجاوزت الفترة المحدودة لإلي بإني أنا أصلا أظن مقيم بكندا وفعلا وقتها أذهبت ودخلت من أمريكا على كندا عن طريق ولاية بفالو الأمريكية التي تصل إلى مدينة نياغرا أو شللات نياغرا فلما دخلت وقتها وصلت إلى الحدود الكندية الأمريكية سألوني وقتها الحدود الكندية أنه قد يصبح لك غايب عن البلد وقلت لهم أنها قد يصبح لغاية أكثر من أربع سنوات ونص فقالوا لي معلم صفحة اليمين وأخذوا لأوراقتي وقالوا لي أن يذهب أن تحكي مع موظف الهجرة وفعلا دخلت أنا قد تكون تجربة أريد أن أرى إذا الأمور ستمشي وإذا موظف الهجرة تساعد معي وخلاني أنه أكمل أفكر مرة أخرى أني أرجع أولا على كندا فصار وقتها فيه تحقيق سريع معي وقال لي أنه لماذا غايب كل هذه الفترة قلت له ظروف معينة لا أستطيع أن أظن أن أعيش في البلد وشغلي وحياتي وإلتزاماتي فوقتها كانت ذلمي عنيف معي وقال لي إذا لم تكن جدي بموضوع الهجرة لماذا قدمت على الهجرة إلى كندا قلت له لا أنا كنت جدي فعليا ولكن ما سنحت لي الفرصة والاقتصاد كان صعب وما قدرت أحصل على وظيفة وكان عندي التزامات في محل ما أنا مقيم فما قدرت أني أترك بهذه السرعة فوقتها حكيت معلومة كثير مهمة وهذه معلومة تفيد كل الناس الذين يفكرون أنهم يهاجروا بالمستقبل فوقتها حكيت لأنه عندما أنا أجيت في 2010 وعملت الهجرة أنا أجيت وعملت كل الأوراق والإجراءات المطلوبة مني ولكني ما استغلت المنظومة أو السيستم الكندي إذا أنا أخذت بطاقة الصحة تبعتي اللي هي الأوهب يعني أنا ما قدمت حتى أني أنا أكون مقيم وأحصل على رعاية طبية وأنا مش مقيم بالأراضي الكندية وقلت له أن أنا فعلا ما قدمت على أي أنواع من الدعم سواء كان دعم اللي هو الولفر أو الدعم المالي للناس اللي هي فعليا بتكون محتاجة فأنا ما استغلت السيستم أبدا وقلت له أن أنا فتحت حساب البنك وحطت فيه مبلغ من المال وقدمت على الرخصة وحملت حالي وطلعت وما استفدت أي شيء من الدولة بخلال غيابي بهذه المدة اللي هي أربع سنوات خموص وفعلا كتب كل هاي المعلومات ولقى عنده بالبحث أنه أنا فعلا صر لمغادر كل هاي الفترة وسألني وقتها سؤال قال لي انت ناوي أنك تظلك قاعد في كندا ولا راح تغادر وقلت له إذا سمحتوا لي أني أنا أدخل وما في أي مشاكل راح أغادر مرة واحدة ورح أرجع بشهر سبعة اللي هو قبل ما تنتهي الإقامة الدائمة تبعتي بقولت له بعت أغراضي بيتي سيارتي وسكرت كل أموري ونقلت قال لي أوكي أعطاني البطاقة مرتاني تبعت الـ PR اللي هي البرمانت ريزدنس وقال لي Welcome home أهلا وسهلا في وطنك يعني ودخلت وهذه كانت بصراحة واحدة من أربع اللحظات بالنسبة لي العبرة من هذه القصة هي شغلتهم أول شغلة هناك مثل بالانجليزي يقول لك Never say never أنا يعني بالألفين وعشر حكيت مستحيل Never ما رح أرجع مرة تانية على كندا ولكن الظروف تغيرت وخلال هذه الخمس سنوات فيه أمور كتير اختلفت علي وقررت أني أنا بدي أطلع وأبدأ حياة جديدة وذكرت هذا الحكي بقصة الفيديو تبعي لما حكيت على موضوع قصص النجاح فدائما احفظ خط الرجعة هذه الإقامة الدائمة والهجرة إلى كندا خصوصا في هذه الأيام فيه ناس كتير بتحلم فيها لذلك Never say never إذا عملت الهجرة تبعتك خليها وإذا لم تستطيع أن تعيش بهذاك الوقت وإذا وصلت ولم تجد الأمور كثير مناسبة لسات هذه الإقامة الدائمة فيه مجال أنك ترجع مرة تانية على كندا خصوصا بعدما خلصت أموري من الإمارات واجت ونقلت بشهر سبعة هنا على كندا في 2015 اكتشفت أن صفة الإقامة الدائمة بكندا هي صفة دائمة وأنك أنت تستطيع أن ترجع بأي وقت حتى لو كانت الإقامة منتها وهذه النقطة التي أريد أن أركز عليها بهذا الفيديو النقطة الثانية التي أريد أن أذكركم معها أنه حتى لو كانت صحت لك الهجرة حاول أنك لا تستغل المنظومة الموجودة سواء كانت من منظومة دعم من رعاية صحية أو غيره إذا أنك ليس بحاجة لها وأنك مقتدر أو عايش بمكان ثاني وعمل لك تعطي على كل هذه الأمور وعندك دخل لا يوجد داعي تستهلك هذه الأمور لأنها في احتمال أنها تضرك إذا تم تحقيق واكتشفوا أنك كنت تستغل هذا السيستم وسأشرح لكم أكثر عن هذا الموضوع برضو لاحقا بقصة حصلت من قبل بضع سنوات مع بعض أبناء الجالية اللبنانية اللي كانوا كنديين ولكنهم كانوا مقيمين بلبنان أدت إلى أنه يصير تغيير بنظام الدخول والخروج من كندا بسبب استغلال المنظومة اللي موجودة في النظام الكندي الآن بعد ما استقريت إجي عندي موضوع تجديد الإقامة وتحدثت مع أكثر من مستشار هجرة وكلياتهم حكوا لي أنك متجدد الإقامة الآن ليه؟ لأنني لو حاولت أني أجدد الإقامة والهجرة الكندية بدأوا يراجعوا عدد الأيام اللي أنا عشتها في كندا في احتمال كثير كبير بأنه يقول لك والله أنه أنت أصلا ما أتممت المدة المطلوبة منك بالإقامة تبعات الخمس سنوات اللي هي 730 يوم ففي احتمال أنه الملف تبعك يتأخر ويصير في تحقيق ويجبك تعمل وقتها استئناف على قرار المحكمة ويوجد احتمال أنه يرفض ويجبك تطمطل بالمحكمة فقط لكي تعمل تجديد الإقامة الدائمة فوقتيها ارتقيت وهذا الحكي أخذ في استشارة من بعض الأصدقاء من اللي يعمل في مجال استشارات الهجرة واللجوء إلى كندا أنه قال لي ما تجدد الـ PR والـ PR حتى وهي منتهية تعتبر صالحة وتعتبر بطاقة رسمية وقانونية معترفة في كامل كندا إلى أنه هناك معلومة أعطانيها لأنك عندما تغادر المطار من كندا لا أحد سيتطلع على انتهاء الإقامة ولكن بالرجعة تبعتك هي المشكلة لأن إذا الإقامة منتهية لا يوجد شركة طيران ستقدر تطلعك على الطيارة لأنه لا يوجد إقامة صالحة ستجعلك ترجع على وجهتك التي هي كندا سأخبركم بالفيديو القادم تفاصيل كيف أطلع و أغادر و أرجع على كندا مع إقامة المنتهية إذا كانت هذه المعلومات تهمك أو أن هناك أشخاص يريدون أن يهاجر هذه المعلومات ستشاركوا هذا الفيديو معهم لا تنسوا أن تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب على قناة اليوتيوب وتفعلوا جرس التنبيهات وتتابعوني على حساب الإنستجرام وتشاهدوا المغامرات التي سوف ننزلها على الأشياء وأراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر